الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد الأخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى خلال هذه المنتدايات العلمية في هذا الأسبوع نتناول أوراقا علمية وورقتنا اليوم تتكلم عن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وآثارها الطيبة والورقة قسمتها إلى نقاط ومسائل أولها نسب الشيخ ونسأته ولا شك قبل أن نتكلم عن تفاصيل الورقة العلمية أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يمثل قدوة وعالما جليلا ورمزا من رموز الدعوة السلفية ويكاد الإنسان يقول كل من تعلم التوحيد أو أغلب من تعلم التوحيد في من جاءوا من بعد الإمام رحمه الله تعالى هم عيال عليه هم عيال على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكتب الإمام في التوحيد الآن تدرس في كل المعاهد السلفية وتدرس كذلك في الجامعات بل علماءنا المعاصرين اليوم كالآئمة الثلاثة ابن باز والألباني والعثيمين وغيرهم من تلاميذهم الكبار والصغار يهتمون بكتب الإمام محمد بن عبد الوهاب وبتدريسها فلما كانت دعوته بهذه المكانة والتأثير الكبير في العالم الإسلامي بل في العالم أجمع كان له خصوم وأعداء وما من داعي إلى الحق إلا وله خصوم وأعداء كما أن النبيين لهم أعداء وخصوم لقوله تعالى وَلَقَدْ جَعْلْنَا وَمَا أَرْسَلْنَا أو الآية لا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلْنَا لِكَبْلِيهُوا من المجرمين لكل نبي عدو وكذلك أتباع الأنبياء لهم أعداء فشوهوا أو اتهدوا حسب ما عندهم من الاجتهاد الباطل في تشويه صورة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وألصوا فيه تهما ونسبوا إليه أشياء ليشوهوا صورة هذه الدعوة وهي الذي تمثل الإسلام الصحيح طيب أول المحاور عندنا نسب الإمام ونشأته هو الإمام كما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن مشرف النجي التميمي ولد سنة ألف ومئة وخمسة عشر ونشأ في بيت علم فوالده من علماء البلاد لاحظ الإمام محمد ابن الوهاب نشأ في أسرة أسرة علم أبوه كان عالما وعمه عالما وجده كان عالما فقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى فوالده من علماء البلاد وتولى القضاء في عدة جهات وجده الشيخ سليمان كان عالما جليلا وإماما في الفقه وهو المفتي في البلاد في وقته وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء وطلبة العلم وعمه الشيخ إبراهيم ابن سليمان كان من أجل العلماء فنشأ الشيخ محمد في هذا الجو العلمي وكان حاد الذهن متوقذ الذكاء سريع الحفظ حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة ودرس على والده كتب الفقه الحنبلي وكان كثيرا مطالع والقراءة للكتب إلى جانب قراءته على والده وقرأ التفسير والحديث والأصول إلى آخر كلام الشيخ الفوزان فإذن عندنا يا أخوانا من المعلومات المهمة أن الإمام من نجد من بني تميم طبعا الصوفية طعنوا في الإمام من حيث النسب بتاعه قالوا دا نجدي وقبيلت دي قبيلة مبغوضة في السنة وإلى آخره من الكذب والبهتان ذكر الشيخ إسماعيل ابن محمد الأنصاري قال نسبه إلى بني تميم قال الصحابي الجليل أبو هريرة في بنيه يعني بتكلم عن تميم هذا قال ما زلت أحب بني تميم لا أبو هريرة رضي الله عنه ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال لاحظ هم أشد أمتي على الدجال وقال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا يقصد صدقات بني تميم قال وكانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل رواه البخاري في باب ملك أو ملك من ملك من العربي رقيقا فوهب وباع إلى آخره من شرح صحيح البخاري والأثر رواه الإمام البخاري عموما ذمهم للإمام محمد بن عبد الوهاب لكونه من بني تميم هذا ليس من أوجه الذم بل هذه من صفات الجاهلية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأربع في أمة من أمور الجاهلية لا يتركون هنا الفقر بالأنساب والطعن الفقر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة طيب فالإمام محمد بن عبد الوهاب كان له قوة في طلب العلم وكان له ذكاء شوف بالله بس الكتب لدرسه والإجازات في علم الحديث التي حصل عليها عشان تزيد الإنسان رغبة وهمة في طلب العلم قال أيضا عنه الشيخ اسماعيل ابن محمد الأنصاري قال ودرس أيضا درس على أبوه ودرس على جده قال ودرس على الشيخ عبد الله بن إبراهيم ابن يوسف النجد المدني ذكر صاحب التوضيح عن توحيد الخلاق قال أنه قرأ عليه وأجازه بكل ما حواه ثبت الشيخ عبد الباقي أبو المواهب الحنبلي قراءة وتعليما من صحيح البخاري بسنده إلى المؤلف لاحظ عنده قراءة عنده إجازة في صحيح البخاري بسنده إلى المؤلف ودي طبعا يا أخواننا درجة عالية من درجات الضبط الإنسان يكون عنده سند إلى المؤلف قال وصحيح مسلم بسنده إلى مؤلفه وشروح كل منهما يعني الشرح البخاري بإجازة إلى صاحبه ابن حجر وشرح مسلم بإجازة إلى صاحبه النووي قال وسنن الترمذي بسنده وسنن أبي داود بسنده وسنن ابن ماجة بسنده وسنن النساء الكبرى بسنده وسنن الدارم ومؤلفاته بسند وسلسلة العربية بسنده إلى أبي الأسود عن علي بن أبي طالب أبي الأسود داونه دا أبي الأسود الدؤلي وهو الذي وضع النقط بأمر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال وكتب النووي كلها يا أخوانا دا تحصيل علم ما سهل لاحظ مع انشغال الشيخ رحمه الله تعالى بالدعوة وانشغاله بالجهاد خاض كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله تعالى أكثر من أو قريبا من ثمانين معركة في الجهاد مع الجهاد ومع الدعوة ومع مناقشة الخصوم ومع الرد على شبهات الخصوم ودحد أباطلهم لاحظ اجتهاد الشيخ في تحصيل العلم لسه كمان قال والفية العراقي في مصطلح مصطلح الحديث الفية العراقي والترغيب والترهيب للمنذري والخلاصة لابن مالك في اللغة العربية قال وسيرة ابن هشام وسائر كتبه سائر كتب ابن هشام في السيرة قال ومؤلفات ابن حجر العسقلاني ابن حجر العسقلاني ده لو انت درست له فقط كتاب فتح الباري ممكن ياخذ نوص عمرك شان تدرس دراسة بإتقان فقط فتح الباري شرح الصحيحة البخاري الامام محمد الوهاب درس كل كتب ابن حجر العسقلاني قال وكتب القاضي عياض وكتب القراءات وكتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني الجيلي عبد القادر الجيلاني طبعا يتلصق به الصوفية قولك عبد القادر الجيلاني ويقطع فيه قصايد وينسب ليه كتب وأباطيل هو بريء منه هو بريء منه وإن كان العلماء أخذوا عليه أشياء لكن كان سلفيا في عقيدته ما كان صوفي بالشكل بتاع الصوفية الليلة طيب قال وكتاب القاموس بالسند إلى مؤلفه ومسند الإمام الشافعي وموطأ مالك ومسند الإمام الأعظم ومسند الإمام أحمد ومسند أبي داود أي الطيالسي ومعاجم الطباراني المعجم الكبير والأوسط والصغير وكتب السيوطي وفقه الحنابلة وسلسلته وأصوله هذا المرجع من كتاب حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لحسين خلف لاحظ كمية المؤلفات والعلوم التي حواها وجمعها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولذلك مع هذا عني الإمام كما قال الشيخ الفوزان هنا قال عني عناية خاصة بكتب شيخ الإسلام بن تيمية وكتب العلام بن القيم وكان لكتب هذين الإمامين أكبر الأثر في تكوين شخصيته العلمية المتميزة والأخذ بيده إلى مصادر العلم الصحيحة فتكون لديه الاتجاه السليم منذ صغره وتركزت في قلبه العقيدة الصحيحة وتخرج على كتب هذين الإمامين المحققين لاحظ من أكثر الأشياء اللي أثرت في حياة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب العلمية كتب هذين الإمامين عشان كده بتلقى كتير من مؤلفات محمد بن عبد الوهاب هي تلخيص لعقيدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ويتأثر به شديد في كتاب التوحيد يقول لك قال أبو العباس بس أبو العباس في ناس قد ما يعرف أبو العباس زمنه ده ابن تيمية قال أبو العباس نفى الله عن كل ما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى يكون لغيره ملك أو قصط منه أو يكون شريكا لله إلى آخر كلام بن تيمية قلت قال أبو العباس تأثر بكتب شيخ الإسلام بن تيمية ويقول أن كل إنسان يريد أن يحقق في العلم تحقيقا رصينا وينتصر للإسلام على الخصوم انتصارا قويا عليه بالعناية بكتب شيخ الإسلام بن تيمية فإن بن تيمية رحمه الله تعالى كان بحرا في العلم لا ساحل له لما تكلموا عنه الذهبي تكلم عنه في السير وتكلم عنه في تاريخ الإسلام وتكلم عنه في مواطن قال كان يتوقد ذكاء قال ولم أرى أحدا أسرع انتزاعا للآية الدالة على المسألة منه قال وكأن نصوص الكتاب والسنة بين عينيه بالله شوف يا أخواننا العلم ده كيف لما نجي يستدل كان القرآن ده ماري قدامه كده والسنة دي ماشي قدامه التغط الآيات والأحاديث التقاطا قال بعبارة رشقة بأسلوب بأسلوب علمي رصين إناقش نقاش عجيب وابن تيمية مع تميزه في كل فن من فنون العلم كان متميز في أي فن حتى قيل لو تكلم في اللغة قالوا لا يحسن إلا اللغة قالوا بس ما عنده برنامج تاني غير شنو غير اللغة العربية ولو تكلم في الأصول قالوا لا يحسن إلا الأصول ولو تكلم في الحديث قالوا لا يحسن إلا الحديث قال الذهبي وكل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية فليس بحديث قالوا لا يشوف ساعة للطلاع يعني أي حديث وقل لك ابن تيمية قال هذا لا يعرفه ده معنى ما حديث شكذا لما رد على الرافض في كتابه من هاج السنة تلقى ابن تيمية طوال يعلق وقل لك وهذا الحديث لا يوجد في شيء من دواوين الإسلام ما تمشي التائب رقبتك تفتش تاني قل لك ده لا يوجد بسند صحيح ولا ضعيف عند ساعة اطلاع قالوا كان ينظر إلى الكتاب مرة واحدة فيحفظ مقالات الرجل مبتدع ولا كتاب سني بس بيقرأ الكتاب تقريه واحدة يعرف لك مقالاته ويحكيها من ذهنه يعني بعد ذلك يجي يقول لك وقال فلان في كتابه الفلاني بيحفظه بالنص لما نوقش في عقيدته اللي كتبها اللي هي الواسطية لما ناقش فيها قال لهم قالوا خرجت عن مذاهب الأئمة طلعت من المذاهب قال لهم أنا ما خرجت وجئتكم بخمسين كتابا من كتب الأئمة شان اسمت لهم انه شنو انه عقيدته الكتابة دي هي عقيدة الأئمة كويس جاب خمسين كتاب من كتب الأئمة الأربعة السيدة بتلقى خمسين كتاب شان تعرف الشغل النغاج بالكتب ده بدى بدري ماسة من بدري جدا جاب خمسين كتاب وقال جلس ديلك في الأول سكته وماشي لفه بالوراء وجوع راجعين قال لو انت قلت وقلت وقلت إلى آخره المهم تأثر الإمام محمد بن عبدالوهاب بكتب ابن تيمية رحمه الله تعالى وكانت لأثر في تكوين شخصيته مصنفاته عنده كثير من المصنفات منها كتاب التوحيد الذي هو حق الله العبيد وكتاب الكبائر كشف الشبهات كتاب السيرة المطولة كتاب السيرة المختصرة ومختصر الهدي النبوي ومجموع الحديث المرتب على أبواب الفقه ومختصر الشرح الكبير والانصاف وله رسائل كثيرة منها الرسائل الصغيرة في التوحيد كرسالة الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وفضل الإسلام وكشف الشبهات ونواقض الإسلام والوصول الستة وغيرها من المصنفات والمؤلفات العظيمة للإمام رحمه الله تعالى طيب بعدما علمنا توسع الإمام في العلم ومعرفته وكذلك له تلاميذ كثر جدا ودرس على شيوخ كثر منهم الشيخ حياة ابن حياة السندي دا من أكثر الشيوخ اللي درس عندهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتى ذكروا من لطائف ذكاؤه وإجاباته السريعة والصحضار للقرآن والسنة الشيخ السندي قام أشار لولة الصوفية اللي بتعبدوا عند القبور ويطوفوا بيها ويتعلقوا بيها وكذا فقال له ما تقول في هؤلاء بسرعة قال له هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فلاحظ قوة الاستنباط وسرعة البدية وسرعة السحضار الأدلة قال هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فالإمام محمد بن عبد الوهاب عاش في وضع في ذلك الزمان وضع كان صعب جدا الشيخ الفوزان يوصف لنا في الحالة في وقت ظهور دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب قال حالة المسلمين عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال لغا ذكر المؤرخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما عن حالة أهل نج خصوصا والعالم الإسلامي عموما الشيء الكثير من ظهور البدع والخرافات والشركيات والجهل بحقيقة الدين الصحيح ففي نجد كانت القبور والأشجار والأحجار والمغارات تعبد من دون الله بأنواع من القربات في الحجاز واليمن وغيرهما من البلاد في ذلك من ذاك الشيء الكثير يقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني في قصيدة له يصف المظاهر الشركية في البلاد الإسلامية قصيدة طويلة يا أخوان الإمام الصنعاني ذكر الشيخ الفوزان وذكرها غيره الصنعاني معاصر للمحمد بن عبد الوهاب وأكان هو طبعا إلى جهة اليمن وأيد الشيخ بقصيدة الصوفية طبعا شأن يلفقوا ويفتروا جابوا قصيدة تانية سموها التوبة قالوا الصنعاني تاب من ثناء على محمد بن عبد الوهاب وده من الكذب والافتراع المهم يوصف فيها حال البلاد في الوقت ذاك يقولنا ببساطة نحن دائرين سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب نلامس بالواقع بتاعنا الأوصافة اللي وصفوها العلماء عن حال بلاد نج والجزيرة العربية وغيره من بلاد المسلمين في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي أقرب لو ما كانت مطابقة لحال بلدنا دي الليلة لو ما مطابقة لها هي أقرب لها عبادة قبور وأشجار وأحجار وتعلق بالقبور وبالصالحين نفس الوضع بتاعنا دا الليلة مع ليش بتكون في بعض المناطق شوية أحسن حالا لكن الوضع العام تمشي قبور بهناك في الشيكانيبة وتعرف وين والزريبة وطابط ومقرات عيلفون كده أبو حراز مقرات قبور بتعبت نفس الوضع دا يلا نجح نشوف كيف كانت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب لهؤلاء وبماذا بدأ وبما اهتم وهل الدعاة الشغالين في الساحة الليلة البنتسبو لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الدعوة السلفية هل هم على هذه الطريقة طيب قال وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعلوا بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفضيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين نقول في كلام الشوكاني قال الحنيف لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا وقد توارد إلينا من الأخبار مما لا شك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه بيمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى ده النظام اللي عندنا داسة زي ما جابه في جريدة أنا جريدة معاي ما أذكر جريدة الشنو قال المحكمة تحجر العسل تستدعي قال فريقين مختلفين في ورثة قالوا تستدعيهم عند قبر الشيخ حسن والحسونة لأداء القسم يا ناس عسلوا نحسونه ده شنو ليه لأنه ممكن يحلفوا كالضابين لو حلفهم في المحكمة بحلفوا كالضابين والضوم يحلفوا في الضريح هناك لكن هل بجوز لو أنت تأكد لك إنه لو حلف بالله حيحلف كاذب وبياخد حقك ما يجوزك تحلف وبغير الله صادق شن تأخذ منه حقك ما بجوزك ما دعينه على الإشراك بالله فلاحظ ده الوضع اللي بيحكوا فيه العلماء خذ معاي بالك ده اللي بيحكوا فيه العلماء عن حالة جزيرة العربية ونج زمان ده مش أهول واقع عندنا الليلة إحنا يهو ألا ما يهو كتير من الناس الليلة يقول لك كان حلفوك بكتاب الحكومة ده المصحف يعني يقول لك كتاب الحكومة ده دو جساي ها واستهزاء ذاته واستخفاف بكتاب الله وإن كان ما يجوز الإنسان يحلفه إذا يضه في القرآن ويحلف كويس وإن كان ما حليفة بغير الله لكن الطريقة دي ما بتجوز يقول لك أحلف أحلف ساي ما بجيك شي لكنه يقول لك أهو يعمل الشيخ حسن الشيخ حسن ما تحلف فيه على أي حال شوف ده الوضع كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول قال الشيخ الفوزان وفي وسط هذا الجو المظلم الذي سبق وصفه سطعت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورفع صوته منكرا على هذا الشرك داعيا للناس إلى التوحيد الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فلقي من الناس ما يلقاه أمثاله من الدعاة إلى الله من الأذى وأطاعه من وفغه الله لقبول الحق يقول حفيد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله دا من أجل العلماء من أحفاد الشيخ وسبحان الله شوفوا من نعمة الله سبحانه وتعالى على الإمام محمد عبد الوهاب جعل من ذريته علماء كتار جدا من أبناء من ذريته من أحفاده لحد اليوم من أحفاد الشيخ رحمه الله تعالى دا حفيد عبد الرحمن دا عنده كتاب شنو فتح المجيد صحيح فتح المجيد يقول ثم رجع آ إلى نج وهم على الحالة التي لا يحبها الله ولا يرضاها من الشرك بعبادة الأموات والأشجار والأحجار والجن فقام فيهم يدعوهم إلى التوحيد ما زي الليلة الدعاة اللي عندنا الواحد يمشي يتعلم دا نموذج الآن عندنا النموذج السائد في الدعاة البيزعموا إنهم سلفيين يمشي يتعلموا في المملكة مثلا في الجامعة الإسلامية أو في الحرم المكي ولا المدني تعلموا سنين أول ما يرجع إلى السودان إلقى الناس في نفس هذه الحالة التي ذكرها عبد الرحمن بن حسن في الحالة التي لا يحبها الله من عبادة القبور والأشجار والأحجار في نفس الحالة دي يجي يلقاهم تخيل معاي الداعية اللي يقول إنه سلفي إيجي طوالة القو بدأ في دعوته بمكارم الأخلاق ولا ببعض كتب السير وحتى تدريسهم للسير وتدريسهم لكتب الأخلاق ليس على الطريقة السلفية لأن السيرة ما خالية من التوحيد انت قال في سيرة خالية من التوحيد هي السيرة سيرة 8 ليس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دفاع توحيد ولا ما فيها حتى لو درسوا السيرة على طريقة الصحيحة مفترض ينقذ الناس من الشرك وكلمون في التوحيد لأنه الليلة اللي وجيت ببساطة يا أخوانا لنموذج بسيط في السيرة مثلا غزوة أحد قتل فيها من الصحابة حوالي سبعين أربعة من المهاجرين والبقية كلهم من الأنصار هأسألنا الناس المتعلقين بالشيوخ وبالحجبات ها هأسألهم سؤال بسيط ومنطقي جدا لو كان الحجاب بتاعك ده بيحمي وبيحصن الزول من السلاح كان أولى بيؤمنوا الصحابة السبعين الذين قتلوا يوم أحد واللطاشر نفرا اللي قتلوا يوم بدر وغير من الذين قتلوا يوم اليمامة وقتلوا يوم القادسية ويوم مؤتة ويوم ويوم دي مسيرة كده ولا تتدرسهم كيف بس يتحكي لهم قصة وفلان قتل وفلان قاتل وفلان عمل بس تناقش أمور العقيدة كويس فالإمام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى لما رجع إلى نج قال وجدهم على الحالة التي لا يحبها الله من عبادة الأشجار والأحجار بأنواعه قال فأمرهم فجعل يدعوهم إلى التوحيد وأن يخلص العبادة بجميع أنواعها وأن يتركوا ما كانوا يعبدون من قبر أو طاغوت أو شجر أو حجر والناس يتبعه الواحد منهم والاثنان فصاحبه الأكثرون وحذروا منه الملوك وأغروهم بعداوته انتهى من كتاب الدرر السنية كويس حرب دارت معه حرب ضروس أعداء من كل جانب بعضهم يوشي به إلى الملوك وحذروا من دعوته الملوك كل ملك من الملوك يطرع عليه دعوته شان يحميه وربنا سبحانه وتعالى يجعل له بيها النصر والسؤدد كويس ينفر منه حتى قدم على الإمام ابن سعود لما رحمه الله تعالى لما قدم عليه كويس قبل دعوته دا الوحيد وحماها ودافع عنها لكن سبحان الله أشارت له زوجته برأي شكد من العارفين بتاريخ المملكة بيقول ليه قامت المملكة على رأي امرأة رأي بتاع الملدي زوجته زوجته زوجة الإمام محمد بن سعود قالت له يا أخي انت ما تنتظره هو جايك ما تنتظره في محلك أمشي واستقبله انت الملك أمشي واستقبله ليه؟ ليه؟ قلت له لأنه استقبالك انت ليهه بكون فيه شد من أزره وفيه مزيد ثقة عند الناس ليهه هيثغ فيه أكثر لما نشوفه انت الملك بتستقبله الداعية فمرك واستقبله ورحب دعوته فسبحان الله حصل منها ما حصل من الخير طيب في نقطة هنا مهمة يا اخوانا كويس في زمن محمد العبد الوهاب أكان في علم غيره يلا انتفوا للنقطة دي كان في غيره من العلماء منهم من يعرف أن ما عليه الناس شرك وضلال ومنهم من لا يعرف واستحسن ذلك كويس الناس صنفين علماء عارفين ده باطل ساكتين واحدين تانين عاجبون الشدة درعوا لما ضلال لكن الصنف الآخر الذي يعرف أن هذا ضلال ويسكت درتكب جريمة والجريمة دي مكونة من واحد من أو مكونة من شقين القسم الأول منها أن سكوت هؤلاء يعتبر تبريرا للباطل لأنه ببساطة يخوانا المسألة دي الليلة ملامسانا نحن إنت لما تجي مثلا تتكلم لك في مسجد من المساجد وتدعو الناس للتوحيد الخالص وتحذرهم من الشرك ومن الطواغيط ومن عبادة غير الله عز وجل ويكون في زول تاني شيخ كبير عالم عند الناس يعني الناس بعينه ليو يقول لك يا زول انت بتتكلم والشيخ ده ما قاعد يتكلم ولو كان الشي بتقوله يتدب جد حرام أكان قاله الشيخ ده مدام شيخنا ده ساكن معنى شو معنى ما فوقي حاجة عادي جده نسا تمشي لك مسجد يقول لك يا أخي والله كلامكم ده أول مرة نسمع بزاته التلفزيون ده هذا شغال نسمع الفتاة والراديو وكده ما أسمعنا بكلام زي ده زاته ليه سكوت الناس ديل جريمة ديل مشكلتهم كبيرة بعدين يوم القيامة سكوتهم ده جريمة الجريمة الثانية من ناحية ثانية سكوت هؤلاء يلسق التهمة تهمة التطرف والتشدد بالدعاة العاملين لأنه إت أول ما تشتغل يقول لك تجيت نبادين جديد ترتقول لهم يا ناس ده حرام والله والله ما بجوز والله قال يقول لك وي ما هذا العلماء قاعدين إت أحسن منه ومعني إنت مضطرف وإنت مشدد السبب شنو سكوت أولئك اللي الناس بيعتبروهم علماء شان كده في زمان محافظة الوهاب الحمل وقع على رقبته براو سكتوا كلهم مجمع ديل طيب نمشي لمسألة بعضية أصول دعوة الشيخ رحمه الله تعالى شوف الدعوة دي مع قوته دعوة الإمام محافظة الوهاب مع قوة هذه الدعوة والأثر الكبير الآن اللي أحدثته في العالم كانت بترتكز على أصول قليلة جدا عشان كده دايما داعية التوحيد يحصر هدفه ما تخليك مشتت أسه في ناس دار يسوي شنو ما عارفين أكلمك النصيحة في دعاة الواحد منهم هو دار شنو وما عارف زاته تلقى بكتب في الفيسبوك ها يعرف عليك صحا بتاع عصيدة ولا بتاع يقول لك انظر إلى هذا وبعد شو هي وكدار يتكلم في الدين يجيب لك حديث هو دار منه شنو ما تعرفه ودار يسوي شنو ما بتاعرفه وكدار منهم مرة تحت دار خطبة الجمعة الامام بتكلم وقال تعالى وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم أهى في النهاية الزول دا دار يسوي شنو إنتا بتكون عارفه تمرك من الجمعة وتقول الله يا أخواننا الامام دا زاته دار يقول شنو نحن ما عارفين دايما الدعوة الغير واضحة الأهداف دعوة فاشلة ولذلك زمان أخواننا كان عندنا لدارس بتاع خطابة كنت بقول لهم من أهم الفقه في الخطابة أهم شي أنت جاي تعمل نصيحة حدد هدفك منا دار توصل للناس شنو تعارق ممكن تكون هدفك أنا دار أوصل للناس معلومة واحدة إنه دار أوصل للناس معلومة واحدة بس يكون إنه يا أخواننا الدين دا بيوخذ من الكتاب والسنة يلا معلومة دي أنا بعد داك أحشد لها النصوص أجيب آية أجيب حديث أجيب كلمة للسلف أجيب موقف لإمام من الآئمة كويس؟ كله أنا شان أعضي الضيو بس هدفي دا يا ناس هدفي واحد أنا ما بقول لهم دا هدفي لكن أنا بكون بدور حول الهدف دا أي زول اطلع من النصيحة دي بكون بس طلع بالهدف دا إنه يا أخي والله الدين دا الكتاب والسنة كويس؟ ممكن يكون هدفي من النصيحة إنك تكره الصوفية دا هدفي مني أنا يلا بعد دا بجي بحشد أنا ليو ما عندي أدلة آيات أحاديث نمازج أقوال لهم أشعار قصايد غيره معتقدات بتاعتهم أنا بجيب كله بس أطلع بهدفي دا طيب دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب تدور على أصول يقول أما ما نحن عليه من الدين فعلى دين الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أما ما دعونا الناس إليه فندعوهم إلى التوحيد الذي قال الله فيه خطابا لنبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله الآية قال وأما ما نهينا الناس عنه فنهيناهم عن الشرك الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله طيب في كتاب الدرر السنية لخص لئنا أربع نقاط لدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أربع نقاط قال الأولى بيان التوحيد مع أنه لم يطرق آذان أكثر الناس بيان التوحيد لأنه الليلة لو أنت تكلمت على التوحيد مجمل بس كده قلت للناس التوحيد جيد والشرك قبيح وقفلت على كده أنت ما عملت شيء ما قدمت حاجة طيب قال بيان التوحيد تبين التوحيد تشرح بأدلة زي ما شرح الإمام في كتاب التوحيد كتاب التوحيد شرح إلى توحيد الألوهية جألف عليه كتاب كشف الشبهات عشان يناقش الناس اللي ألصوا تهم بالإمام ناقشوا بنغاش عجيب جدا ومن أجمل المناقشات في كتاب كشف الشبهات ذكر فيه إنه الإنسان إذا أشرك بالله سبحانه وتعالى ارتد وخرج عن الإسلام وطبعا الكتاب ده بدافع فيه عن التهم اللي وجهه له إنه بكفر المسلمين الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله فقاموا قالوا له يا أخي كيف أنت تجيب لينا ها ده كده ببساطة تجيب لينا الآيات اللي تكلمت عن المشركين الأوائل والآيات اللي تكلمت عن المشركين الأوائل دي في ناس ما قالوا لا إله إلا الله ونحن بنقول لا إله إلا الله بنعبد الله كيف أنت تجي تستدل علينا بآيات نزلت فيه كفار ما قالوا لا إله إلا الله أيوه أيوه قام قالوا لهم ما تقولون في بني حنيفة ده معنى كلامه بني حنيفة ديريات ها ديرات بعمنوا مسيلم الكذاب دير كان بقولوا لا إله إلا الله ألا ما بقولوا بقولوا لا إله إلا الله أيوه قاموا قالوا له لكن بنوا حنيفة ها أنكروا أو ضلوا في شنو في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قالوا مسيلمة رسول مع النبي عليه الصلاة والسلام وشريك له في النبوة قال لهم إذن مشكلة شوف شوف النغاج ده ذكي كيف قال لهم إذن مشكلة بنوا حنيفة عندكم إنهم رفعوا رجلا ما كان رسول الله مشكلة مشكلة يعني شالوا مسيلمة ورفعوا وين مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كفروا والصحابة استحلوا دماؤهم وأموالهم وقتلوهم وحاربوهم كله صح قال لهم كيف بمن رفع رجلا في مكان الله سبحانه وتعالى يبقى كافر ولا ما كافر لو قال لا إله إلا الله بتحله بعد ذاك نقضة هما نقضة شكدة كان نقاش ونقاش ذكي جدا ولذلك الإمام محمد عبد الوهاب تمتع بذكاء ومعرفة للنصوص نقاش ده ما فيه كلام تاني كويس إذن عنده المسألة الأولى في دعوته بيان التوحيد وتبين التوحيد بتفاصيل وتذكر المظاهر بتاعته لأنه ممكن ذلك يكون قاعد معاك في المسجد ويزر فيه خير كويس لكن انت مور ريته لابس حجاب لابس حجاب في يده وانت جد قلت لا تشركوا بالله شيئا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار قديته نصوص كثيرة جدا أها هو خاف من الشرك ما زول مسكين ما تعلم خايف من الشرك كويس لكن مشكلته وين مشكلته إنه ما عرف إنه الحجاب اللابسه ده شرك عرفته ممكن يكون زول إنت تكلمت له نصوص كثيرة جدا عن التوحيد وعظمة التوحيد وخطورة الشرك وخاف من الشرك جدا وما دار يشرك بالله لكن ومشكلته وين بالظبط كده ده كله ما بعمله دعاء غير الله ما بيدعو ولا بيستغيث بغير الله ولا يشي لكن مشكلته في شنو بيعتقد إنه لو راحت له حاجة ها يمشي للشيخ بتاعنا الفاكل الجريب ده بيرجي عليه وما متخيل إنه ده شرك أها عشان كده العلماء قالوا التوحيد لابد فيه من شنو تفصيل تفصيل واحدة واحدة تقول للمشي للفقرة دي الشرك كون كده تمشي تشد الرحال من هنا ليه المسجد بتاع طابط ولا ليه طابط زات شد الرحال ده زات ومبجوز ويس وده وسيلة من وسائل الشرك والصور دي وسيلة من وسائل الشرك توريه بالتفصيل طيب النقطة الثانية قال بيان الشرك مع إنك تتبين التوحيد تبين الشرك وتشرح بتفاصيله ولو كان في كلام من ينتسب إلى العلم أو العبادة من دعوة غير الله أو قصه بشيء من العبادة ولو زعم أنهم يريدون أنهم شفعاء اندى الله الثالثة يا الله دي مهم من تبهوا ليا قال تكفير من بان له التوحيد هو دين الله ورسوله ثم أبغضه ونفر الناس عنه وجاهد من صدق الرسول فيه طبعا دعوة الإمام محمد الوهاب انتبهوا لنقطة دي دقيقة النقاط الأربعة اللي ذكر دي هي النقطة الأولى بيان التوحيد الثانية بيان الشرك الثالثة تكفير من خالف التوحيد وكذب به والرابعة قتال هؤلاء الكفار هذه بصورة مجملة الناس اتفقوا معه في الأولى والتانية دي إلى الناس الكويسين ذاته إلى حد ما يعني اتفقوا معه في بيان التوحيد وبيان الشرك أما تكفير من أنكر التوحيد وحاربه وبعد ذلك محاربته النقطة الرابعة ما اتفقوا معه فيها ودي هنا طبعا اللصقوا فيها التهم قول ليك داعش والتكفيريون خرجوا من كتب محمد بن عبد الوهاب دا كذب وافتراء على الإمام رحمه الله تعالى دا كذب ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وحتى حكمه على بعض الناس بالكفر ما كان بطريقة الخوارج إنما الخوارج خرجوا من كتب منه كتب سيد قطب المعاصرين الأوال دي لك ما معروفين طيب لكن لاحظ هنا كلام الإمام كيف قال تكفير من بان له التوحيد لاحظ معاي هل بكفر كل من وقع في الشرك لا لاحظ قال تكفير من بان له التوحيد تبين عنده التوحيد أها وعمل شنو ثم أبغضه بعد ما تبين له أبغضه ونفر الناس عنه بيقى بنفر الناس عن التوحيد بعد ما تبين له أيواء طيب قال واما ما ذكر الأعداء عني الكلام دا في الدررة السنية قال واما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كده واضحة ولا ما واضحة كده المسألة وضحت إنه اليكفر بالظن ما بيكفر بالظن قاله يكفر بالموالاة حتى الليلة سبحان الله أنا رفعتها الإعلام فقط بتعلقها بتاعنا دا في الصفحة في الفيسبوك أول تعليق عليها واحد دخل قال محمد بن عبد الوهاب اللي بتتكلم عنه عبارة نحو كده محمد بن عبد الوهاب دا يكفر أي ذول ما هاجر له دا أول تعليق شوف الإمام ينفي التهمة دي قال اللي بيقول لك إحنا بنكفر بالظن أو بالموالاة الموالاة يعني شنو؟ يعني أي ذول ما بوالينا أي ذول ما معنا معنا كافر لا ما قال كده أو يكفر الجاهل اللي ما قامت علىه الحجة كويس؟ قال دا كله كذب طيب الرابع الأمر بقتال هؤلاء خاصة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أنتبه برضو في تنبيه هنا مهم جداً اللي هو القتال يا أخواننا من الأحكام السلطانية عشان ما أنت اللي لا تفهم من هنا أنه وصول دعوة الإمام محمد عبد الوهاب بيان التوحيد تمشي تبين التوحيد بيان الشيرك تبين الشيرك وتحذر منه التالتة تكفير من بان له التوحيد وقامت عليه الحجة وأصره وكابر وعاند وعارض التوحيد كويس كفرته كفرته طوالي شلت سيفك ومركت عليه لا لا ما بجوز انتبهوا على ذي لأنه هنا يتكلم عن منهج مش بيتكلم عن إنه هو طوالي كفر طوالي بيان توحيد بيان شيرك كفر كتل لا ده منهج فيه متى يتكلم عن شرح منهج أما من الذي يقتل ومن الذي يقيم الحد على المرتد دمنه السلطان هذا من الأحكام السلطانية وليس لأحد من أفراد الناس أبداً أن يقيم الحدود بنفسه دون السلطان إما الحاكم أو من يوكل الحاكم كالقضاء ونواب الحاكم من الوزراء الوزير وكذا اللي فوضوا الحاكم إنه يحكم على المرتد فيقتل كذا ويقضي كل أحكام سلطانية ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام جن يقاتل به يتقى به ويقاتل من ورائه فالقتال بيكون من وراء الحاكم ودي جهاد لشان كذا يا أخواننا أن تبهوا للمسألة دي ودي شبها طوال إذا بيجيب لك يقول لك محمد عبد الوهاب أكان براه ويمشي بكتل ويمشي لا 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 أبداً ويمكن أن أن يقال زمن الإمام محمد عبد الوهاب كان في فترة معينة ليس فيها حاكم عام وكانت دويلات فكان يقع بيناتهم قتال وحروب إلى غير ذلك من الأمور لكن دي ما بتخصنا نحن اليوم ولا هو واقعنا نحن عندنا حاكم وحاكم مسلم ندين له بالبيعة والإمامة والسمع والطاعة وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يقتل ويقتص ويأخذ لهذا حقه وكذا هذا أمر سلطاني طيب يبقى عندنا أخواننا آخر الأشياء في الورقة ما يتعلق ب ثمرات دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب الورقة دي كلها مختصة باشنو بس بتعريف الإمام تعريف دعوته وصول هذه الدعوة على ماذا ركز ثمار هذه الدعوة بعدين إن شاء الله لو ربنا وفغنا في لقاء قادم نجي نعمل الشبهات المثارة على الإمام محمد بن عبد الوهاب نمسك واحدة واحدة ونفند بالأدلة وبما ثبت عنه من تاريخه الورقة دي مطبوعة في حوالي حداشر صفحة تقريبا أنا بخلي نسخة هنا من أو نسختين كده واحدة مع وضاحة واحدة مع خطاب أو إي واحد من الإخوة فبخليكم نسختين الدهر يصور منها أو يمكن يصور لأنه فيها زيادة كلام على اللي أنا قلته ده في أشياء كثيرة أنا ما قريتها طيب نتوقف على كده نصلي ونرجع إن شاء الله بعد الصلاة نواصل وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان